دخلت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة وتضم قافلة خمسين شاحنة تحمل علامتها ما يقارب ألف طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه والمستلزمات المعيشية وانطلقت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى قطاع غزة المحاصر في إطار مشاركة دولية كبيرة حيث شاركت في تجهيزها وفود من 70 دولة